موسيقى سيف صنيعي محترف هيرجع لك الجاكت الجلد الأليم جديد زي مكان هنتعرف على سيف وهنعرف منه أسرار وحكايات هنعرف نرجع الجاكت الجلد تاني زي مكان بعد ما اتهالك موسيقى منورنا يا سيف يعني ايه موضوع بقى يعني اشرح لنا اللي انت بتعمله هنا في الجواكت والصنعة الجميلة بتاع تجنية ده أولا ده شغلة تنمية جميع جواكت تمام تمام اول الجاكت اللي زي دوت تمام زي المؤشر دوت ده بيكون الوضع عليه قبل ما قبل ما غيره قبل ما يبقى يوصل للمرحلة دي او المرحلة دي لسه فيها الشغلة تاني ولا انت بتفنش فيه اه دات المية دات المية اه 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 انا لو في شكل جايل من نفس المنظر ده بركعه بيت زي مكان بوضع يعني بيكيلك بالشكل ده اه وبعدين بيوصل للدرجة دي طيب انت بقى لك قد ايه شغال في المهنة دي سير اه انا كنابس انا 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 يعني انا 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 شايف انا شايف انت وايف هنا مع والدك وكده انت الموت وارس ها المهنة دي ولا انت ال من والدك ان شاء الله عليك طيب ايه انواع الجلد بقى اللي انت بتشتغل فيه والحاجات اللي انت بتشتغل فيها هو كله جلد سكايد ده اول حاجة ام الجلد اللي سكايد انا شغل بيه ان انا بعمل بيش دي عوكة الكلت بغير دي دي عوكة الكلت كمام حاجة نضيفها شوية ام لو ما بيقى الشاشة ان شغل بيه بقى اللي كتير بقى اللي دلوقتي يجيه سابس سنة او سبع سنة ده انا شغل بيه ولا حد يجيش كما اشتكى منه ولا اي حاجة الجلد دي انواع اه يعني ايه انضب الانواع الموجودة في السوق حاليا والله مش شارك اقولي حاجة يعني بقى دلوقتي انا بانزل بجيت شغلك نفسي اه جلد اللي انا بشتغل بيه نفسي كمام بجلد نشب بجلد طري حاجة بجلد بقى ريجلد جاموسي كده انا كمواطن عادي عايز انزل دلوقتي اه اجيب حاجة انها تقش معايا يعني على قدر الامكان على قد ما ربنا يعني يري يعني اشتري الانواع اللي اقدر اشتريها اه واقدر من الملمس اعرف انها نضيفة او لا ازي انه بجلد او اي قصة علباء على نت و وعائز اعملها انا بعملها اي حاجة انا بعهم Need يعني انه مسنع كماان اه يعني انا بقتجابلك الخامة اوة لو انت عايز يجيب الخامة انا بش اشتغلًا عادي واي قصة انت عاوز الفضل يا انا بشبالة تمام انا بقنا بصوره انا بعاند لك سيارض بقى وانت كمان عندك خامات هنا عندي كل حاجة انا بأسف الحاجة القنضة بيش 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 بأعملها يعني اسف بالنسبة طبعا للألوان كل الألوان يعني الألوان المتاحة في اللصمر ممكن عملنا الطبيعة طييل هون بأعمله بأعمله لازم نعمل في كل حاجة لازم نعمل في كل حاجة لازم نكون عني طبعا انت عارف ايه الشغال في الوقت ده ايه القصات اللي هي للشباب تقريبا لازم نعمة بأعمله ممكن انت بتقلب على النتة ولا حاجة ايه 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 شكت عادي ايه ان شاء الله انتب كلمنا عن العصار ايه العصار ماشت زي تغيير الجلد على حسب الجاكت على حسب اللي هو الجاكت ممكن الجاكت ايه السنة اللي فادت بتشغال بتعمل ب 450 كان الشيكت بتصلح بس تصليح تصليحه 450 بغير جلد كامل نفسه 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 كل حاجة السنة دي بس غيلة شوية بقى ب 500 بالنسبه بقى للتفصيل ايه بالنسبه بقى للتفصيل ايه للتفصيل كل حاجة تفصيل اسعار التفصيل بقى ايه بيبقى معينة لازم ما انا شده لتشاكت الاول انت عاست تفصله ايه اقول لك دم يبقى سعره كذا وهيكلف كذا ويبقى كده انواع بقى الجلد بقى عشان انا عاوز مثلا افصل جاكت زي اللي انت بتشغال فيه بقى شاكت اللي فيه دور تمام مش بيكلف عشان ده للا جلده طبيعي تمام جلد سكاير سكاير ممكن يعجي يعني مثلا كرينش 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 للا عشان جلده طبيعي حالة نظيفة مالجل جلده سكاير اه عادي بقى احلى هنا شوية يعني بيتي بقى في حدود كام برضو يعني ممكن تبقى في حدود اللي عجي كده جديد قصة عجبة يعني بسكت تفسر عميه في الميليكي مد نعم نعم بسكت تفسر عاجة سكت تجابها من الدكان ذات نفس الش بسكت 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 بحاجة على أصولها كانك لسك جام ومصر تبطن بفاره يا سيف؟ ماذا؟ تبطن بفاره ولا مش لازم؟ في دا وفي دا على حسب رفبة الزبون هو بيفرد يفرد الزبون عاوز وفاره عاوز وسياد عاوز وكده عايز وكده انا مامش معجوق الزبون والحاجة اللي انا شايفة تطلع في نفس التوالي تساعة او حاجة مظيفة دعمت مشاهدين الان كرام طهارتا معانا سير يعني احترف انه مهنة دباغة الجلود احنا بنقول عليها دباغة الجلود صح اقول المثابة صح دباغة الجواكد او جلود الجواكد الجواكد الجلد طبعا هنا كل المحلوية هنا في محافظة الارضية يعني ياسبوا في سيف في انه يرجع لهم الشغل الجلد القديم المتهالك اللي زي ده بيرجع على الشكل اللي انتو شايفينه ده كأنه جديد زي مكان كأنه لسه جاي بكيسه زي ما بكيسه زي ما بكيسه زي ما بكيسه شكرا او جسد كنت منورنا والله ينور عليكم بسلام إلك شكرا جدا لي شكرا يا سيف شكرا جدا لي شكرا جدا لي شكرا حسنا شكرا شكرا